كيف يتجه العالم اليوم بالنسبة لسياسات الاقتراض؟ فجوة تتسع يوم بعد الآخر. وخاصة فيما يتعلق بمستوات النمو بين أكبر اقتصادين في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي ما تزال في دائرة الانكماش. وبالتالي بنك الشعب الصيني فيها والأسواق الناشئة بشكل عام. تحاول أن تقدم تيسيرات فيما يتعلق بمعدلات الفائدة للاقتراض. مقابل تشديد نلحظه واضح وارتفاع في أسعار الفائدة وتكليف الاقتراض في أسواق أخرى. هذا يخلق لدينا فجوة لم نراها منذ 16 عاما. تكليف الاقتراض تتراجع لدينا بفارق محدود في العام 2023 تصل إلى 2.9%. مقارنة بالفجوة التي عندها 4.8% هي أدنى مستويات منذ 2007. أكثر الدول ربما في اصدارها للسندات وأداءها المتفوق من أمريكا اللاتينية أو أوروبا الشرقية. طبعا الأداء هو الذي تفوق في 2023 ومستويات الاقتراض كانت فيها مرتفعة. أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وجدنا فيها استجابة سريعة للضغوط التضخمية. فعلى طول شفنا عمليات رفع لأسعار الفائدة. بعد جائحة كورونا مقارنة مع الأسواق المتقدمة. ثم قامت هذه الدول بإعطاء مستويات فائدة منخفضة لتشجيع وتحفيز الاقتصاد من أجل النمو. بالنسبة لعوائد الاستثمار بإسندات الحكومية وتحديدا بالعملة المحلية. وجدنا أن أمريكا اللاتينية تصل لعوائد فيها 21%. أوروبا الوسطى والشرقية 11%. بينما الولايات المتحدة الأمريكية 1.6%. وهذا يعني فارق واضح لدينا بين أكبر العوائد وبين أدناها. بالنسبة لمؤشر جيبي مورغن للسندات الحكومية بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة. العائد الإجمال ارتفع 7.5%. ننتقل الآن أيضا إلى رؤيتنا بالنسبة لتوقعات نمو الاقتصاد في العام 2024. متوقع للولايات المتحدة أن ينمو الاقتصاد 0.5%. الأسواق الناشئة نموه أسرع 4.1%. وهو أعلى فارق نموه في عشر سنوات. بالنسبة لفجوة النمو بين الأسواق الناشئة والمتقدمة. الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية. تحديدا هناك ضاعف في جاذبية الديون المقاومة فيها بيئة دولار. أكثر دول احتمال أن تتخلف عن السداد. وخاصة للتزامات الدولارية. مصر، تونس وكذلك باكستان. وهي الدول التي لجأت إلى صندوق النقد الدولي. في الآوين الأخيرة من أجل دعم اقتصاده. إذن تتسع فجوة التكاليف بشكل لافت. لدينا ولربما الصين ستزاحم أيضا في وقعدها القادم من أجل سياسات تحفيزية. وبالتالي ستدفع بهذه الفجوة للمزيد من الاتساع.